شوف دي بقى مع هاني سلامة كده كلمة عالتجربة وخصوصا ان انت برضو بهدلت وخطفت انا مفيش حد في المسلسل معك انا جاي عش هنعمل كده اخطف ده اجي اخا كده يعني كلمة كده عن الشر الجميل في العمل والله التركيبة من التركيبات المنحرفة المختلفة عن عماد ومختلفة عن عمر فاسور ومختلفة عن التركيبتين الثلاثة الاربعة اللي عملتهم في خلال الوف سيزون اللي فات ده سواء ستين دقيقة او الفرح فرحنا او وعد ابليس او غرفة متين وصرعة فجغبتني انه اطرح نفسي من خلال الشكل ده ممكن يبقى ايه يعني ناس هتتقبلوا ازاي وكده شغل ما هني سلامة طول عاما جميل زيه حقيقي هو جميل قلبا وقالبا ودود ويعني جميل شغل في الوكيشن مثلا يعني اللي هو مش دود ويقفر على نفسه طول الوقت وبيزاكر قوي ولا عادي فاكك وبيهزر معاك هو دود ودود جميل بولله اصدقى اختزلتلك فعلا كل المسألة في انه جميل قلبا وقال جميل في سلوكه وفي كلامه وفي كل حاجة وفي عمله مع الاخرين فنون مصر من الشركات دايما تعرف من اين تؤكل الكاتب زيما نقوله اول ما رحت تعاقدت على العمل دا استاذ ايمان عبدالحافيز المنتج الفنى ايمن عبدالحفيز المنتج الفنى قال لي انت هتشوف التجربة دي لما هنشتغل مع بعض هتلاقي ان احنا مختلفين عن اي شركة انت اشتغلت معها قبل كده اي شركة هتشتغل معها بعد كده فانا قلت له طيب يانو سهل الحال واللي بعد كده برضو انا مش هعرف اوصفهولك او حللهولك لكن هو فعلا الابارة الالهالي دي صدقة فيها حقا فعلا هي كانت تجربة بالنسبة لي كانت مختلفة عن اي تجربة انا اشتغلتها قبل كده وطريقة انتاجها سياسة انتاجها يعني الطريقة الستايل اللي الشركة دي بتنتج به فعلا طريقة بتاعتها يعني طريقة خاصة بيها كده ليها عقل كده معين بتفكر بيه ازاي تطلع حدوتها بالعناصر دي